أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال اتصال هاتفي برئيس الجمهورية برام صالح أن الشراكة الأمريكية مع الحكومة العراقية والشعب العراقي ثابتة ودانت الخارجية الأمريكية في تصريح لها الهجوم على مقر الرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مبينة أن هذا الهجوم كان هجوما على سيادة العراق واستقراره أيضا مشددة على أن الشراكة الأمريكية مع العراق حكومة وشعبا ثابتة لقد كنا على اتصال وثيق مع شركائنا العراقيين ونؤكد التزامنا تجاه حكومة العراق وشعب العراق نحن ندرك أن هذا الهجوم على رئيس الوزراء يمثل هجوما على العراق وسيادته لذلك كنا وما زلنا واضحين للغاية في أن أي دعم أو مساعدة تحتاجه السلطات العراقية سنكون مستعدين لتقديمها